السلام عليكم زواب تحت السن مفاجأة تتكشف عن عريس الضقهلية المخطوف بعدما أثار الجدل بفيديو تمثيلي لاختطافه أثناء زفافه ألقي القبض على الشب المصري أحمد جمال الذي عرف إعلامياً بعريس الضقهلية وأوقف لمدة أربع أيام على ذمة التحقيقات كما أمرت السلطات المصرية بحبس ثلاثة آخرين اشتركوا معه في تمثيل وترويج فيديو الخطف المزيف الذي أثار بلبلة بين المصريين على مواقع التواصل خلال الأيام الماضية في حين أخلي سبيل زوجة المتهم وشقيقاته بكفالة مالية قدرها عشر آلاف جنيه مشهد تمثيلي بهدف التربح وكانت وزارة الداخلية أصدرت بياناً أمس الاثنين كشفت خلاله حقيقة الفيديو المذكور مبينة أن العريس اتفق مع زوجته وشقيقتيه وثلاث أشخاص آخرين على تصوير هذا المقطع التمثيلي ونشره على مواقع التواصل زاعماً خطفه من أجل جمع مشاهدات عالية والحصول على أرباح مدية في حين أوضحت المحامية نهى الجندي التي تقدمت ببلاغ ضد العريس المزعوم للعربية نت أن المتهم وزوجته الذين ظهر في الفيديو متزوجان منذ أكثر من ثلاث سنوات بالفعل حين كانت الزوجة تبلغ من العمر 16 عاماً أي أصغر من السن القانونية وأنجب طفلة أيضاً كما أضافت أن المتهم فكر في إعادة إقامة حفل زفاف جديد بمناسبة بلوغ زوجته السن القانونية وتوثيق الزواج رسمياً واستغلال الحفل في الإعداد للمقطع التمثيلي لحصد المشاهدات ولفت الانتباه أضرب الأمن القومي المصري إلى ذلك أشارت إلى أنها تقدمت ببلاغ للنائب العم حرصاً منها على حماية المجتمع ومنعاً لاستغلال الجماعات الإرهابية لتلك الفيديوهات من أجل بث الرعب في نفوس الأجانب بزعم وجود حالات اختطاف تؤثر على السياحة وأضافت أننا جمال يواجه عدة تهم أولها نشر الذعر وتكدير السلم العام وبثث الذعر في النفوس فضلاً عن نشر أخبار كاذبة بطريقة محنكة بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وحساباته الشخصية موضحة أن عقوبة تلك الجرائم تصل إلى الحبس ثلاث سنوات بالإضافة إلى الغرامات المالية أتت تلك التطورات بعدما انتشر بين المصريين يوم السبت الماضي فيديو مثير أظهر خطف عريس يوم زفافه في محافظة الضقهلية شمال البلاد ما أثار موجة من الغضب والرعب قبل أن يخرج أحمد جمال ويعلن أن المشهد عبارة عن مقلب نفذه بمساعدة أصدقائه لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعاً لنا لنستمر في نشر المزيد ترجمة نانسي قنقر